الجزء الخامس من محاضرتنا سيتكلم عن الـ Gas-Face Concentration أخذنا قبل قليل الـ Liquid والآن الـ Gas-Face طبعا سوف نفترض فرضية أنه الـ Flow Reactors with Variable Volumetric Flow Rate هذه الحالة التي سوف نفترض بها with Variable Volumetric Flow Rate و الـ Volumetric Flow Rate هنا معلتنا متغير لتحكم الـ Concentration لـ Gas-Face يعني هذا الـ Concentration للـ Gas-Face سوف نستخدم الـ Relation for Total Concentration نأخذ مصطلح Total Concentration Total Concentration في أي مكان في الـ Reactor هو الـ Total Flow Rate الـ F-Total يقوم بـ Volumetric Flow Rate مقسم على الـ Volumetric Flow Rate مثل ما أخذناها قبل شوية بمعادلة 40 في الـ Gas-Face الـ Total Concentration أيضا من الـ Gas-Law يعني من قانون العام للغازات وصلوا إلى أنه الـ C-Total هو الـ P على ZRT إذن مفترض هذه الـ Relation يعني الـ C-Total ما سوف نفترض F-Total على الـ Volumetric Flow Rate و سوف نفترض P على ZRT زيلا أعطي الـ Interance في الـ Reactor يعني أعطي الـ C-Total سوف نتصر C-Total سوف نتصر F-Total سوف نتصر F-Total سوف نتصر P-NOT على Z-NOT R-T-NOT سوف نتصر و نتصر من المنزل سوف نتصر من المنزل و نتصر سوف نتصر في المنزل الأخير سوف نتصر أنه Z سوف نتصر سوف نتصر من المنزل سوف نتصر 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 في الـ Volumetric Flow Rate F-J The Temperature T And The Total Pressure P C-J سوف نتصر F-J على V سوف نتصر في الـ Volumetric Flow Rate F-Total F-Total P-NOT P-T T-NOT هذه الـ Volumetric Flow Rate سوف نتصر سوف نتصر F-Total F-NOT سوف نتصر F-J F-Total F-Total P-NOT T-NOT C-J سوف نتصر C-Total NOT F-Total V-NOT مضروبة في هذه الحدود F-J F-Total P-NOT T-NOT T The total molar flow rate is just the summation of the molar flow rate of each of the spaces in the system and S يعني F-Total فمجموع سوف نتصر سوف نتصر فمجموع في term of the molar fraction of the space j yj إبتالة the molar fraction and the pressure ratio أو نسميها partial pressure نحن with respect to the initial or entering conditions for example sub 0 يعني initial سوف نسميها بدلالة أي مادة بدلالة O يعني هذه بالinitial التي هي 0 فالYJ سوف نتصر F-J F-Total P small P total pressure على pressure P فالمعادلة التي سوف نتصر سوف نتصر C-J سوف نتصر C-Total Y-J P T-Note تصر 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 من تابل الثلاثة التي سوف نتصر سوف نتصر الثلاثة تصر F-Total F-A-Note في Sigma X طبعا نحن نتذكر هذا Sigma هو فرق D على A زائد C على A B على A نقسم هذه المعادلة كلها على F-Total على F-Total F-Total Sigma X هذا F-A-Note جزء على كل هو Y-A-Note Y-A-Note هذا المصطلح مضروب في Sigma يمثل لي يمثل لي ETA المعادلة التي سوف نتصر F-Total على F-Total يمثل 1 plus ETA X where Y-A-Note is the molar 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 fraction of A at initial F-Total 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 وهو واحد والفتوتال يساوي لنا فتوتال الفينال فالأتش راح تساوي لنا من 54 بس للربط بيناتهم الأتش راح تساوي لي فتوتال الفينال منس الفتوتال نوت يعني هذا الأكس راح نأخذ واحد وهذا راح ينقل هنا نواحد المقامات فتوتال نوت منس الفتوتال نوت على الفتوتال نوت تعريفة هو change in the total number of molds for complete conversion complete conversion يعني الconversion 100% 100% يعني X واحد على total molds of feed substituting for F total over F total not in equation 49 for the volumetric flow rate V we have V تذكروها قبل شوية أخذناها V not 1 plus eta X P not على P T at T not هذه معدلة 57 صارتها بس مجرد عوض بمكان F total على F total not زين the concentration of spacious J the A concentration in the flow system is هو تقسيم flow rate على volumetric flow rate the molar flow rate of spacious J is then FJ 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 اي مصطلح من تغيير الفلوريتات يسميه ثيتا هنا سيصبح من الفتح مع تفل فهنا النيو جي في الفا نوت في الاكس ويساوينا الفا نوت ثيتا جي هذا سيصحب الفا نوت عام المشترك فهذا مصطلح الف جي نوت على الهذا هو الثيتا وهذا هنا نيو هذا ليس V نaine نيو جي x هي نفس الشكل بالهاية بس هي نيو اسمها هناك نيو جي توجد استواجمي المصطلح الذي هو نغارة لخطاع المصدر ومزارة لخطاع المصدر المصطلح القبل A هو بينما هنا هو